أكد وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تبدل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك بالرغم من ضيق الوقت جاء ذلك خلال مشاركة شكري في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا وحذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية محدرا كذلك من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع بالمنطقة كما شدد وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم الثامن من أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون إنفاذ هذه المساعدات